شاهدين الكرام وجه القضاء الفرنسي تهما لشركة ناكسا تكنولوجيا المحلية بالتواطئ في أعمال تعذيب وإخفاء قصري ببيعها معدات مراقبة إلى نصر. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد أصدرت قرار لاتهام قاضية التحقيق المكلفة بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استنادا إلى تحقيق لمجلة تيلي راما كشف عن بيع نظام تنص بقيمة 10 ملايين يورو لمصر في مارس 2014. ويتيح هذا البرنامج المسمى سيري برو إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي من عنوان بريد إلكتروني أو رقم الهاتف. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بريس زميلي محمد رماش مراسل الجزيرة مباشر محمد وحييك. وبالتأكيد نريد أن نتعرف مع سادة المشاهدين على تطورات هذه القضية وما الجديد فيها تفضل. نعم أحمد. الحقيقة أن ملف نيكسا تكنولوجي هذه الشركة المثيرة للجدل لا يتوقف عن المفاجأة. نحن نتحدث عن ملف غير مرتبط بالتسريبات الأخيرة التي سربها موقع ديسكولوز. وإنما عن تسريبات قديمة من تاريخ 2014 و2017 عبر مجلة تلغاما. فبالتالي هذه الدعوة من الأكيد أنها ستنضم إليها ملفات جديدة مرتبطة بتسريب ديسكولوز. هذه الشركة الحقيقة أحمد. عندما نبحث ونصبر في تاريخها مع الأنظمة الدكتاتورية القمعية. فنجد ملفا حافلا بالتعاونات مع أنظمة قمعية وأنظمة ديكتاتورية. يعود مثلا بنا صحيفة التلغاما إلى تاريخ ما بين 2007 و2011. نجد نيكسا تكنولوجي متورطة مرة أخرى في بيع برنامج لتجسس لنظام معمر القذافي الذي حاربته فرنسا بعد ثورة 2011. فبالتالي هناك ملاحقات بخصوص هذا الأمر. وتصف الصحفاء الفرنسية البرنامج الذي بيع للنظام الليبي آنذاك بجد نظام سيغيبغو الذي كان يسمى آنذاك نظام إيغل الذي بيع للنظام الليبي. نظام معمر القذافي لتجسس على معارضه. التساؤل الآن الذي يطرحه القضاء الفرنسي. هل البرامج الفرنسية التي باعتها هذه الشركة سببت توقيف أو إخفاء أو ربما اغتيال بعض المعارضين المصريين وكذلك الليبيين من طرف نظام معمر القذافي ثم نظام عبد الفتاح السيسي. نجد مثلا هناك بعض الأمور مفاجئة أحمد. أنه ابتداء من 2011 الأمم المتحدة وبقرار أممي يمنع على أي بلد أن يبيع أي أجهزة للتسليح أو للتأمين للحكومة الليبية أيا كان هذا الطرف الليبي. لكن في سنة 2012 كان هناك عقد ما بين نيكسة التكنولوجي ونظام حفتر حسب تسريبات كذلك مجلة التلغماء لبيع برامج تجسس أخرى سمية ببرنامج ألفا ماكس. فبالتالي نجد وبشكل غريب أن لهذه الشركة الجرأة في التعامل مع أي نظام أي كان القانون الذي يؤثر ذلك. نيكسة تكنولوجي ترد بهذا الخصوص بخصوص نظام ألفا ماكس وتقول بأنها رسميا ليس لديها أي علاقة بهذا البرنامج وإنما بوساطة لشركة إماراتية تسمى Advanced Systems وهي شركة مستقرة بالفعل في الإمارات وخاضعة للقانون الإماراتي هي التي لعبت دور الوسيط بين الحكومة الليبية أو نظام حفتر والشركة الفرنسية وبذلك تخرج نيكسة تكنولوجي بريئة من علاقة مباشرة مع النظام الليبي فبالتالي هناك الحقيقة لعب كبيرة المستوى بين هذه الشركة وبعض الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة لكن القضاء سيبث بهذا الخصوص والتهمة التي تتهم بها الآن نيكسة تكنولوجي هي المشاركة في التعذيب وأعمال إخفاء قصري من طلف قاضية متخصصة في جرائم الحرب فبالتالي نحن نتحدث عن دعوة قضائية ستعلن وتفاجئ الكثيرين مستقبلا أمد أنا أعلم أن لديك الكثير في هذا السياق لكن ليس لدينا للأسف الوقت لكن أشكرك على كل هذه الإضاحات الزميل محمد رماش مراسل الجزيرة مباشر كنت معي عبر الأقمار الإصطناعية من باريسة ترجمة نانسي قنقر